موسيقى ازايك يا جماعة عاملين ايه اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله ولو وصلك الفيديو ده ما تنساش تنزل تعمله لايك وبعدين لو ما عجبكش اعمله ديس لايك في الاخر ولكن دلوقتي انزل اعملوا لايك وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة لان زي ما قلت انتو عارفين ان احنا عايزين نوصل لربعمائة الف سبسكرايبر في اقل وقت فانتو شاطرتكو بقى المهم ندخل في الموضوع والنهاردة انا جايب لكم الاي ثيرتي كنت عملت فيديو عن السامسونج الاي فيفتي انا النهاردة جايب لكم اخوص صغير اللي هو الاي ثيرتي دلوقتي السامسونج الاي ثيرتي هو يعني تقدر تقول ان هو النسخة مسغرة شوية من الاي فيفتي ما يختلفش عليه حاجات كتير قوية يعني مش هتلاقي اختلاف خرافي جدا ولكن برضو هيظل ان هو اخوص صغير دلوقتي السامسونج الاي ثيرتي بيجي بنفس شكل بالزبط الاي فيفتي فيحس ان هو جاي بالشاشة اللي قدام اللي هي بالووتر دروب نوتش او سامسونج اللي بتسميها الامفينيتي يود دلوقتي الشاشة دي طبعا بتيجي من نوع السوبر اموليد فهي ممتازة جدا هتديك تباين الالوان ممتاز جدا وهتديك تشبع الالوان ممتاز جدا لان طبعا السوبر اموليد زي ما احنا عارفين ان هي بيبقى اللون الاسود فيها اللون اسود فعلا لان البيكسلات بتبقى مطفية فهنا عندنا في الفئة المتوسطة دي او في الفئة الاقتصادية كمان دي عندنا السوبر اموليد فدي حاجة ممتازة جدا جدا ولكن كنت عايزة انبه على حاجة بسرعة كده إن شاشات السوبر أموليد اللي في الفئة الاقتصادية أو في الفئة المتوسطة من سامسونج ما بتبقاش زي شاشات الأستان مثلا زي شاشات النوت ناين مثلا ما بتبقاش بالجودة دي ولكن برضو أيا كان يعني هي سوبر أموليد أحسن بكتير جدا من الآي بي أس أحسن بكتير من أي شاشة هتبقى آي بي أس هي برضو ما زالت سوبر أموليد فخلينا متفقين ولكن مش بالجودة اللي انت بتاخدها في النوت ناين والأستان طبعا انا مش بقارن الـ A50 بالـ S10 خالص ولا اي حاجة من دي ولكن انا حبيت اوضح الموضوع ده مبدأين الشاشة هنا زي ما احنا قلنا ان هي بتيجي بنفس شكل الـ A50 اللي هي الشاشة الـ Infinity U اللي هي بالـ Waterdrop Notch والحواف بتاعتها صغيرة جدا وبرضو زي ما احنا قلنا ان هي هتيجي من نوع سوبر اموليد الشاشة عموما هتيجي بحجم 6 و 4 من 10 بوصة نفس حجم بالزبط الـ A50 يعني هما الاتنين او الموبايلين هيبقوا نفس الحجم بالزبط وبرضو بدقة وما حماية من طبقة حماية من جوريلا جلاستري فالموضوع ده في الفئة السعرية بتاعت الجهاز ده لحقيقة ممتازة جدا جدا الجهاز تقريبا جايب 3850 جنيه او 3800 جنيه ده السعر الرسمي تقريبا لو روح تشتريته من تجار او لو روح تشتريته من محلات هتلاقي ارخص ممكن توصل مسلا سعره 3600 جنيه طبعا عشان اسم سامسونج اولا ان سامسونج زي ما احنا عارفين ما كانتش بتنزل فئات متوسطة بالاسعار دي خالص كانت الفئات المتوسطة بتاعتها اميكانيات قليلة جدا وباسعار عليها جدا عشان كده الدنيا ما كانتش حلوة قوي مع سامسونج كنا دايما لما بنروح ندور على افضل قيمة مقابل سعر في اي موبايل كنا بنروح على شاومي كنا بنروح على اي شركات صيني لكن الموضوع ده اتغير جدا جدا بيه سلسلة الاي من سامسونج نرجع للأي ثرتي انا رغي قوي الصراحة ولكن نرجع للأي ثرتي كانت بصمته جوه الشاشة او تحت الشاشة لا هنا الاي ثرتي بصمته وراء الموبايل وده الصراحة انا بفضله ليه بالزبط لان انا زي ما انتو لو ما كنتوش اتفرجتو على الفيديو الاي فيفتي ممكن تروح تشوفوه من الاي دي ولكن انا زي ما قلت في الاي فيفتي البصمة ما كانتش افضل حاجة البصمة كانت ممكن تعلق سنة ممكن تبقى بطيئة شوية ممكن مثلا عشان تفتح الجهاز تدوس على البصمة مرتين تلاتة عشان يقرى البصمة فما كانتش افضل تجربة قوي ان بصمة تحت الشاشة تكون في الفئة السعرية دي اتمنى ان سامسونج تنزل تحديث سوفت ويري يحلل مشكلة البصمة دي ولكن في الاي ثرتي بصمة عادية جدا من وراء هتديك اداء ممتاز جدا بتاع البصمات العادية اللي احنا عارفينه وهتقدر ان انت تعتمد عليها في شغلك اليومي اللي هو العادي ان انت مثلا تطلع جهاز من جيبك تفتحه على طول بالبصمة اللي وراء فمش هتواجه فيها اي مشاكل زي البصمة اللي في الشاشة للتاني مرة برضو اتمنى ان سامسونج تنزل تحديث سوفت ويري يحل مشكلة البصمة اللي في الاي ففتي نرجع للجهاز الجهاز تصميمه تقريبا شبه الاي ففتي ولكن اللي هنلاحظه من وراء ان هو جاي بكاميرتين خلفيتين بدل تلاتة اللي شفناها في الاي ففتي تمان الجهاز تصميمه كله او ان هو مصنوع من البلاستيك زي بالزبط الاي ففتي ولكن مميزاته ان هو لو وقع على الارض مش هيكسر وعموما الجهاز ده جاي معاك جرب في العلبة وكده فمش هتلاقي مشكلة قوي في موضوع البلاستيك ده زي ما قلنا ان الجهاز جاي بكاميرتين خلفيتين واحدة فيهم بدقة 16 ميجا بيكسل واحدة فيهم بدقة 5 ميجا بيكسل الكاميرا ال 16 ميجا بيكسل دي بتيجي بفتحة عدسة 1.7 والارقام دي على الورقة هتديك اداء كويس جدا جدا بالليل ولكن في التجربة الفعلية بتاعت الكاميرا الحقيقة ما لقيتش الاداء المطلوب قوي من الكاميرا دي معرفش يمكن انا عشان المتجرب فكاميرا الرئيسية كانت 25 ميجا بيكسل دي 16 ميجا بيكسل ولكن انا ملقيتش برضو الاداء المطلوب قوي من الكاميرا دي بحيث ان الاداء او التفاصيل في الصورة كانت يعني اقل شوية من ال طبيعي طبعا عشان 16 ميجا بيكسل و 25 ميجا بيكسل ولكن برضو مش بالاداء المطلوب اللي انا طلبه. طبعا طبعا بالنسبة لفقت الجهاز ده السعرية فكاميرا ممتازة جدا جدا من سامسونج ان انت هتاخد فتحة عدسة 1.7 فهتديك اداء كويس بالليل لحد ما مش هتلاقي نويز قوي في الصورة ولكن انا كان كل وجهة نظري بس في التفاصيل اللي بتروحك شوية من الكاميرا بالليل ولكن الصبح هتاخد تفاصيل كويسة جدا هتاخد صورة معنى صح يعني كويسة جدا ديناميك رينج برضو ممتاز جدا الالوان او تباين الالوان بتاعت الصورة ممتاز الكاميرا ما كانتش بتعلق مثلا الكاميرا ما كانتش بتاخد وقت كبير عشان تصور فيه موبادات كتير الكاميرات بتاعتهم حلوة ولكن بتاخد وقت كبير ده عكس كده خالص هنا فالكاميرا السستاشر ميجا بيكسل هتقدر ان انت تعتمد عليها وممتازة جدا جدا في فقت الجهاز السعرية ولكن انا كنت مديها توقعات اكبر بكتير قوي من حجمها ولكن انت لما تيجي مثلا تبص على جهاز تلاتة الاف وطنمية جنيه وفيه الامكانيات دي فلا الكاميرا الممتازة يعني الكاميرا التانية والى هي بتيجي بدقة خمسة ميجا بيكسل ولكن المميز جدا فيها ان هي بتصور الترا وايد او بزاوية واسعة جدا بتوصل الى 123 درجة دلوقتي موضوع ان هم يعملوا الترا وايد في الفئة السعرية دي تصراحه تحفت انا بحب جدا الالترا وايد وبحب جدا الموبايلات اللي فيها الالترا وايد بدأتها شركة الجيف الالجي جي فايف تقريبا واستمرت الشركات في الموضوع ده ولغاية ما لقينا الالترا وايد ده بيجي في الفئة السعرية القليلة زي الاثرت فالصراحة كاميرا الاثرت اللي هي الالتراوايد دي ممتازة جدا هتديك أفكار صور وهتديك زواية تصوير ممتازة جدا طبعا الخامسة ميجا بيكسل مش هتلاقي تفاصيل قوي في الصورة خصوصا ان الكاميرا دي ما فيهاش اوتو فوكس فهي على طول فوكس انفينيتي يعني على طول هي عاملة فوكس عشان طبعا الزاوية الواسعة وكده فمش هتلاقي تفاصيل قوي في الصورة ولكن برضو كون ان انت معاك حاجة التراوايد او كون ان انت معاك كاميرا التراوايد في الفئة السعرية دي حاجة ممتازة جدا وانا ما اقدرش الصراحة اشتكي من حوار الخمسة ميجا بيكسل دي خالص والتفاصيل اللي في الصورة عشان الالتراوايد الحقيقة ممتازة جدا جدا. كاميرا الامامية بتيجي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.15. تقريبا على ما اعتقد ان هي من افضل الكاميرات الامامية هتاخدها في الفئة السعرية دي بحس ان هي كانت بتديني تفاصيل في وشي وانا بتصور سيلفي ممتازة جدا بتاعها ممتاز جدا وتوليد الالوان بتاع الكاميرا الامامية ممتاز جدا كمان العزل او خاصية العزل في الكاميرا الامامية اي نعم كانت بتعزل بسوفت وير ولكن كانت بتعزل مزبوط جدا فكاميرا الامامية هنا زي ما انا قلت اعتقد ان هي يعني انا مش فاكر قوي ولكن اعتقد ان هي من افضل الكاميرات اللي انت هتخدها في الفئة السعرية دي اللي هي تلاتة الاف وتنمية جنيه نيجي على او اداء الجهاز الجهاز جاي بمعالج جديد من سامسونج والهو الاكزينوس تسعة تلاف سبعمية واربعة الاكزينوس تسعة تلاف سبعمية واربعة انا لما جربته على ارقامه على تجربة الاداء بتاعته انا اعتقد ان هو بيوازي السناب دراجون ستمية ستة وثلاثين كان بيدينا اداء ممتاز جدا نفس الكلام هتلاقيه هنا في هو هيدينا اداء ممتاز الى حد ما بالنسبة لسعره يعني زي مثلا ان انت هتفتح الفيسبوك عادي جدا هتفتح الواتساب هتفتح كل البرامج اللي انت عايزها بدون اي مشاكل خالص او بدون اي تهنيك خالص التنقل بين التطبيقات برضو كان سريع مفوش اي مشاكل فاداء الجهاز ده الصراحة ممتاز جدا خصوصا ان في الفئة السعرية دي من سامسونج ان هو جاي باربعة جيجا رام واربعة وستين جيجا زاكرية الخلية دي حاجة تقريبا اول مرة تحصل انت صراحة من سامسونج ان شوفنا في الاي فيفتي ان هو جاي بزاكرية خلية ١٨ جيجا واربعة جيجا رام هنا اربعة جيجا رام برضو واربعة وستين جيجا دي حاجات ممتازة جدا جدا ان هي تساعدك في الاداء كمان اللي بيساعد في الاداء وهي الصوفتوير او الواجهة بتاعت سامسونج الجديدة اللي هي وان يو اي انا ما ذكرتاش الحقيقة في الفيديو الاي فيفتي ان اعمللكو فيديو مثلا مخصوص عن افضل المميزات في الواجهة دي مثلا لو انتو حابين قولولي تحتها في الكومنتات ولكن انا اصلا بحب الاي جدا وجمعة دلو فيها اللي هي الوان فالحقيقة الواجهة ما مواجهتش معها اي مشاكل وهي واجهة خفيفة الى حد ما ان انت هتستخدمها يعني الواجهة مش هتبقى تقيلة او مش هتبقى خليها الجهاز مخنوق يعني كمان اداء في الالعاب فجربت عليه لعبة بوب جي اللي كلنا بنلعبها الحقيقة اشتغلت ممتاز جدا على الاداء الميديم ما اشتغلتش على هاي قوي ولكن اشتغلت على ميديم واتش دي الحقيقة ما واجهتش معها برضو اي مشكلة مفيش فريمات وعاة مفيش اي حاجة من دي مفيش اي حاجة غلط يعني وانا بلعب اللعبة فهتقدر ان انت تلعب عليها لعبة طوب جي واي لعبة انت عايزها على مسلا ميديم او على الجرافيكس اللي هي المتوسطة بدون اي مشاكل خلص وبقى ريحية كبيرة جدا خلصنا الاداء وكده ونيجي للبطارية البطارية تحت الجهاز ده اربعة تلاف ميلي امبير زي بالزبط ما شفنا في الاي فيفتي وبتدعم الشحن السريع وبتشحم من خلال اليو اس بي تايب سي دي حاجة ممتازة جدا ان انت تلاقي اصلا يو اس بي تايب سي في الفئة السعرية دي تلات تلاف وطنمية جنيه فيها يو اس بي سي واربعة تلاف ميلي امبير وشحن سريع ومن سامسونج الحاجة حاجة مميزة جدا ان انت تلاقي الكلام ده كله ومن سامسونج فاداء البطارية هنا الحقيقة ممتاز جدا ما يقلش اي حاجة عن فقدتني هنا تمن ساعات من وقت عمل الشاشة وده رقم ممتاز جدا كمان لما جيتش حينها شحنت من صفر المية تقريبا في ساعتين الى ربع فدي برضو ارقام الى حد ما مش اسرع ارقام في العالم ولكن برضو هيظل ان هو ان انت معاك شحن سريع يعني اعتقد ان هو لو ما كانش فيه شحن سريع كان شحن مسلا في ثلاث ساعات او حاجة فهنا شحن في ساعتين الا ربع فدي حاجة ممتازة جدا وزي ما قلنا ان هو بيشحن من خلال يو اس بي سي فانت معاك احدث حاجة في تقنيات الشحنة من سامسونج يعني فمش هتلاقي اي مشكلة في البطارية او في الشحن بتاعها ففي النهاية خلينا نقول ان الجهاز ده من افضل الباكيج او من افضل الكمبوهات مش عارف اسمها ايه الحقيقة من افضل الباكيجات اللي انت هتاخدها في اي موبايل بحس ان الموبايل بيديك شاشة ممتازة جدا بحواف قليلة بنوع سوبر اموليد الموبايل بيديك بطارية بساعة 4000 ميلي امبير الموبايل بيديك معالج واداء ممتاز جدا بالنسبة لسعر واردول والشحن السريع والكلام دفع دي حاجة ممتازة جدا الكاميرا الخلفية الحقيقة كان عندي تعليقات عليها الحقيقة في موضوع التفاصيل ده ولكن عندك الكاميرا التانية الخمسة ميجا بيكسل اللي بتصور الترا وايت فالحقيقة موبايل متكامل انا شايف ان الموبايل ده متكامل يعني مسلا كان نقصه يبقى ايه كان نقصه يبقى معدن مسلا او ان هو مسلا يجي بخامات بريميم قوي عشان يبقى خلاص بقى ان هو انت مش هتروح اصلا تشتري اي موبايل تاني في الفئة السعرية دي عموما ده رأيي وقلولي رأيكو تحت في الكومنتات برضو ايه رأيكو عن الموبايل ده وهل يستحق ان انت تجيبوا ولا لأ اقولولي رأيكو تحت في الكومنتات وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة عشان زي ما انا قلتلكو عايزين نوصل ربعمئة الف سبسكرايبر في اقل وقت عشان نوصل خمسمئة الف يعني كل ما نعدي ربعمائة مسلا هقولكو يلا نوصل خمسمئة وكده هنعمل تحديات مع بعض فما تنساش تعمل سبسكرايب زي ما عليكم.